أنا دائماً دائماً معجب بالتلفونات السبسيال التي تأتي من شركة التلفون. نحتاج اليوم عن التلفون اسمه ROG Phone 6 من شركة ASUS. هذا أحسن تلفون للألعاب في سنة 2018. وماذا فقط؟ نزلوا موديلين خصوصيين آخر السنة. نسميه باتمان اديشن والإمورتال اديشن الذي جاء مع ديابلو اللعبة التي أعيدهم. لهذا فأنا مبسطت كثيراً عندما أعطيه لي هذا التلفون. وهذا خاصة شكراً جزيلاً لشركة ASUS. دعوني يجربوا لهذا التلفون وأعطيكم خبرة بعض استعماله تقريباً شهر ونصف. هذا التلفون المميزات الكثير حلوة ليس فقط في قلب التلفون ولكن بالعلم الذي يأتي في قلبه التلفون. لهذا فأنا كثيراً متشجع أن أتحدث معكم عن المميزات الحلوة بـ ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. يلا أنا طارق، دعونا نبدأ الفيديو. اضعوا تبعوا واسجلوا على الكنال حتى دائماً دائماً تعرفوا عندما نزلكون فيديوهات الجديدة. هذه هي العلبة، يسميها الـ Diablo Immortal الذي يأتي فيها. من بره، عندما يجبونها وتشترونها، تأتي من شحن العلبة جميلة من بره. لدينا عدة شغلات مبينين عليها أيضاً، وعندة الشغلات موجودين على الشمال العلبة. يمكنكم أن ترى عدة شغلات موجودة عليهم، شكله كثير جميل. نزلت أنا فيديو الأنبوكسنج على الإنستغرام، لا يجب أن تلحقوني هناك. الات TKDSL 8655 ويأتي في قلب العلبة يسميها الـ World Stone، وهذه هي العلبة التلفون. مثل ما نرى، كل شيء مخصص هنا على الـ Diablo Immortal، مثل ما نرى الـ Republic of Gamers. وعلى الشمال هنا أيضاً يعطينا الخريطة، هذه مسميها الـ Map of the Sanctuary موجودة على الجلد هنا، ونضعها على الطاولة نقدر نشوفها، وعطونا أيضاً ضوء مسميه الـ Fahir's Light، الضوء طبعاً فهير. يمكننا أن نرى عدة مماطق هنا، نجعلهم يبينوا بالغطاء، ومعملين خصوصياً على هذه الجلد هنا، حتى يمكن أن يبينوا عندما ندوء الضوء عليهم. وهو شكل جيد جداً وموجودة أيضاً في قلب العلبة، الضوء مكتوب عليه، Republic of Gamers يأتي بقلب العلبة أيضاً. عندما نفتحها من الجهة الثانية، لدينا محل أن نضع الـ Charger الذي يأتي بقلب العلبة، وهذا الـ ROG Charger 65W، خمسة خمسة منه لشركة Qualcomm. وهو محل أن نضعه موجوداً في قلب العلبة، وعندنا أيضاً الشريط الـ USB-C للـ USB-C، سنشرّج ونحويل معلومات عليه للتلفون، سنضع فوق أيضاً موجودة. شكل جيد جداً ومعمولي كما نرى، Republic of Gamers Diablo Immortal. وعندما نفتح العلبة، نرى هنا، التلفون موجود دغري، لدينا هو هذا، ROG Phone 6 Immortal، لم نكتوب عليه، Diablo مكتوب هنا. في قلب الغطاء، ليس فقط أن يأتينا فقط، يمكننا التلفون أن يضعه على جناز، يأتينا فقط غطاء خصوصي على الغطاء الموجودة في الخلف، ستغطى جيد جداً، يمكننا أن نرى عدة شغلات عبر التلفون الذي يضوه ويغير دورهم، يضوه هنا، يضوه ويضوه، وعندما نرى الكاميرا وهو مكتوب مثل Immortal. ويضعنا أيضاً هذا، حتى نستطيع أن نقوم بعمل سيم كارد عليه، اسمه Immortality Pen، وهو كثيراً في قلب العلبة. عندما نرى التلفون، نرى ما نرى، لدينا 6000 مليا أمبير البطارية، 65 وقت، كما تحدثنا عنه، يشارج التلفون بسرعة كثيراً كثيراً، لا تقضيها مدة طويلة. الكاميريات الموجودة هنا، الأول الأساسية تكون 50 ميجا بيكسل، والثالثة ستكون 5 ميجا بيكسل، يسمونها Macro Mode. لدينا الأضوية هنا، Diablo Immortal، مكتوب الاسم هنا، وهو الذين يدورون للتلفون، يجب أن يدوروا للتلفون، ويدوروا X مود على التلفون، حتى يبدو أن يدوروا ويضفوا. كما ترى، هذا يظلوا مدور، وهذا يدوروا ويضفوا، يكون شكل كثيراً جيداً، ويبين حلوة عندما نلعب ألعاب، وغير ذلك أيضاً، عندما ندور X مود، يرى أننا لدينا 2 واي فاي، تقوم بعمل مدورة للواي فاي، حتى تتأكد أنه لدينا مدورة كثيراً منيحة ومشي على التلفون، مثل أن تكون 6000 مدل أبير البطارية، للفوق لا يوجد شيء موجود فقط نضيف، هنا لدينا زر لنشارج التلفون لتحت، نتحدث عنه أيضاً، ولكن هذا هو USB-C الموجود على زر للفيديو، لتحت، نمسك التلفون الغريب، نضعه بالضغر، نستعمله، ويأتينا الفيديو على USB-C، نستعمله إلى هناك، لدينا الـ SIM tray موجود هنا، لدينا الـ SIM card عليه للتلفون أيضاً، على اليمين، لدينا زر طبع الـ Power، معمول عليه قليل أحمر أيضاً، معمول شكل جيد، وموجود الـ Volume راكر موجود لفوق، ولتحت هنا هذا الـ USB-C الذي تعمل له تشريج، نشارج التلفون، نحاول المعلومات عليه من تحت، ونستعمله على الجنب للفيديو، ودينا أيضاً الـ Headphone jack يمكن أن يعطينا قوة الموسيقى إلى 384 كيلوهرتز، و 32 بيتز، للقوة الموسيقى التي تأتي عليه، ونستعمل الـ Stereo speakers الموجودين هناك، وعنا ثلاثة ميكروفونات، لتعطينا صوت جميل، ونستعمله الـ Wi-Fi 6، ونستعمله مثل الـ Fingerprint Sensor موجود بالشاشة، مثل ما نرى، ونقوم بتعمل حريق، ونرى التلفون الشكل جميل، تقريباً 6.8 شاشة 1080p 165 هرتز، ونستعمله، وعنا 16 جيجا بايت للرام، و 512 جيجا بايت للزاكرة، الحاسوب سيكون Snapdragon 8 Plus Gen 1 من شركة Qualcomm، هذا معمول على TSMC سيستام بالـ 4 نانومتر، معناته، يستعمل قوة منيح، والعمل يكون أحسن من الشفنين من قبل، ولكن الاستعمال القوة للحرارة التي تعملها للتلفون، تكون قوة قليلاً. الكاميرا الموجودة هنا، 12 ميكا بيكسل، تعطينا 4K، 30 فريمز، و 8K 24 و 4K 60، أحسن شيء من الكاميرا الأساسية على الكاميرا الورانية. عندما نتحدث عن قوة هذه الحاسوب، نستطيع أن نرى أنه يظهر إلى 6598 على الملتيكور بالتلفون، عندما نقوم بعمل على ملتيكور والملتيكور، نستطيع أن نعطينا 1311 و 4159 على هذا التلفون، هذا عندما نستعمل X مود، يجب أن ندور X مود الموجودة للفوق. الآن، دعنا نقمتح من هنا، الشيء الثاني يوجد أن هذه الشاشة جميلة كبيرة، بسبب الصوت السماعات الموجودة هنا، يمكننا استمتع على الفيديوهات أيضاً جميلة، مثل الناتفليكس واليوتيوب، وكل الشيء التي تحبها. الشيء الثاني هنا، مثل ما قلت لكم، أنا 155 أو 165 هرتز، أنا مركبة الآن فقط، ومشيها فقط على 165، يعني أنه إذا نقوم بالفوق هنا، نقوم بالفوق هنا، نقوم بالفوق هنا، ننزل تحت قليلاً هنا، تحت الريفرش ريت، يمكننا أن نقوم بعملها أوتوماتيك، يعني 165، 144، 120، 60، ما تقوم بعملها، ويمشي ويمشي مظبوط حلو، إذا تدوروا على الأوتوماتيك، فتمشي أحسن شيء لكل التليفون، لكل الشغلات، فقط، مثل ما نرى هنا، سردر الريفرش ريت على الشاشة حلوة كثير، ومثل ما لكم، الشاشة كثير حلوة كبيرة، تقريباً 6.8 إنش، على 165 هرتز، عندما نتحدث عن الموسيقى والصوت هنا، سماعت شكله كثير حلو، سنتسمع الغنية هنا، ومثل ما تسمعوا هنا، الصوت والباس بيش كثير حلو، حيث تستعملوا لتعملوا مكالمات، شكله كثير حلو، تستعملوا لتعملوا كأنه تليفون بوم باكس صغير، تضعوا ويمشي كثير حلو، لا يكون هناك أي أشكال، الصوت سيكون أحسن شيء جيد بالسماعات الوائرل، الشريط الموجودة هنا، بسبب هنا تصل إلى 384 كيلوهرتز، و32 بيت، حتى يعطينا الصوت أحسن شيء، موجود في قلبه أيضا، الـ Direct HD، و Serious Logic أيضا، الـ Processing أيضا، كثير كثير منيح، خليلا، تحدث ألي عن ألعاب قليلا، نتحدث ليلا، نتحدث أليا عن الألعاب، نحن نزل Diablo Immortal، Call of Duty Mobile، Genshin Impact، و PUBG Mobile، الشعر الوحيد الذي يكون مهل مهلية، لما ندور اللعبة الـ Diablo هنا، دعونا ننزل الصوت قليلا، حلو فيه أن هذه اللعبة، تستعمل معه كنترولر، كنترولر، لا تتحدث الألعاب، ولكن إذا يستعملوا هنا، تستعملوا هذه، هذه تشرح من شركة ROG، أنا هذه تعيتي من ROG Phone 5، نزله من الجديد للـ ROG Phone 6، ولكن تستعمل، أنا موصلها بالـ USB-C، بالـ Dock تعيتي هنا، عندي الـ Dock تعيتي هنا في أمريكا، وستعملها، أركب التليفون، ماذا أفعل؟ أنا أقوم بالتليفون لفوق، أقوم بالصورة هنا، أستطيع أن نفوض الشريط من فوق، أنا أقوم بعمل الـ Video Out، ويوصلها على التليفون، وأنا أستعمل أيضا، أستعمل التليفون، إلعب الألعاب مثل ما أريد، وتمشي كثير منيحة، والشكل الشاشة حلو كثير، صراحة، هذه من أحسن المميزات التي نرى، واللعبة الـ Diablo، وتمشي كثير منيحة إلى التليفون أيضا، كما نرى الشاشة هنا، أريدكم أيضا، كيف يلعب عليها على التليفون، ويقوم بالمكتب هنا، شكلها كثير حلو، عندما نرى لعبة PUBG Mobile، مثلاً، أو لعبة Call of Duty Mobile، ونرى على التليفون، هذه الأشياء كثير مهمة، خاصة، إذا كنتم تريد أن ترى هذه اللعبة، دعونا نقوم بعمل التليفون، وكما نرى تحت الإختيارات الـ Frame Rate، لدينا هنا أختيار جديد، اسمه 90 fps موجود في قلب اللعبة، خصوصياً نقوم بعمل 90 fps، ونستطيع أن نقوم بعمل أيضا، ستكون الألعابة كثير منيحة، وكثير سريعة على الشاشة الحلوية السريعة الموجودة هنا، وليس فقط، عندما نضع على تطبيق اللعبة الـ Call of Duty Mobile، تحت الـ Settings والـ Configuration، نستطيع أن نرى أن تكون الألترة موجودة تحت الـ Medium Settings على هذه اللعبة، بالـ Call of Duty Mobile، شكلها كثير حلو، تلعبها منيح، لعلّة الـ Call of Duty Mobile والـ PUBG Mobile لا يمكننا أن نستعملها مع التليف، لكن يمكننا أن نستعملها مع الفيديو، إذا نركب الشريط إلى تحت، يمكننا أن نستعمل التليفون كتليف، ونسيطر على اللعبة، ونتفرج عليها على التليفزيون، شكلها كثير منيح، لكن هذه هي الإمكانيات الموجودة لهذه التليفون، شكله جميل جدا، وليس فقط، دعنا نتحدث قليلاً عن السيستام الموجودة هنا، هذا السيستام، نستطيع أن نسحب من فوق إلى تحت قليلاً، نرى هذا الـ Control Center، الذي اسمه Game Genie، يمكننا أن نسيطر عليه، يمكننا أن ندور X Mode، يمكننا أن نقوم الـ Balance Mode، يمكننا أن نقوم كل الشغلات التي نريدها، ونستطيع أن نسيطر عليها كلها موجودة، يمكننا أن نسجل فيديو موجود عليه، نعمل المكلمات التي نقط فيها، نقوم الـ Notification، نغير الـ Refresh Rate، كل الشغلات التي نريدها، وليس فقط، هناك أيضاً، يمكننا الـ Trigger الموجودين لفوق، كثيراً مهمة نعرفهم، خاصةً بالألعاب، هذه الألعاب التي نستعملهم، لنجعل أصابينا برات الشاشة، ونستطيع أن نرى كل ما نريدها على هذه الشاشة. أخيراً، و8K 24 على الكاميرا الموجودة، ستكون أحسن الكاميرا موجودة عليه لها التليفون، هي الكاميرا الأساسية، IMX 766، 50 ميجا بيكسل، ستعطيكم أحسن صور، وأحسن الفيديو ويت. إذا كنت نرى عدة اختيرات، لدينا عدة شغلات التي نرى هنا، دعونا نعطيكم مصر عن الصوت، والصورة، مع ثلاثة ميكروفونات الموجودة في قلبه لها التليفون، على الـ ROG Phone 6، Diablo Edition. نبدأ قليلاً بالكاميرا الأساسية الموجودة هنا، 12 ميجا بيكسل، ستعطينا 4K 30 فريمز برساكد، معنا 4K 60، ولكن لدينا 4K في الكاميرا الموجودة، هذه شغلة جميلة كثيراً، لدينا أيضاً الإمكانيات، نستخدم الميكروفونات الثلاثة الموجودة على التليفون، لتعطينا الصوت كثير واضح، مثل ما تسمعه، لكن إن شاء الله، سنجرب الكاميرا الموجودة، IMX 766، ستعطينا هذه الصورة أحسن، نستخدم الكاميرا الأساسية، مثل ما تلكم، 50 ميجا بيكسل، هذه ستعطينا 4K 60 و 8K 24، ونعطينا عدة إمكانيات الثانية، والميكروفونات الثلاثة، مثل ما أخبرتكم، ستكون أحسن كاميرا موجودة على هذا التليفون، لأنه ستكون أحسن، دائماً يضع الكاميرا موجودة لورا، لذلك ستصوروا الصوت وصورة، ستكون أحسن مصره من هذا التليفون الجديد، دائماً دائماً نعرف أن هذه التليفونات، تليفونات مثل هذه الموجودة بالسوق، معمولة من شركة ROG، من شركة ASUS، أو حتى من Red Magic، أو أي شركة آخر، دائماً دائماً الاختصاص لهذا التليفون، ستكون بالألعاب، على المستخدمات التي تعيته لهذا التليفون، ستكون أحسن شيء موجودة بالسوق، ولكن نستطيع أن نرى أن هناك إمكانيات يستطيع أن يجددوا فيها ويضبطوا فيها على الكاميرا، هذا الشيء الوحيد الذي ضيعتني قليلاً في هذا التليفون، أن الكاميرا الأساسية الموجودة منيحة، منيحة، ومعها من قبل أن تمشي كثيراً منيحة، ولكن المستخدمات الموجودة على التليفون ليس منه كثيراً قوي، لذلك ننصحكم، إذا قررتوا أن تجلبوا هذا التليفون، يمكنكم الضبط الصور منيحة كثيراً، وتستعملوا مثلاً سنابسيد، أو لايتروم، وتضبطوا الصور فيهم قبل أن تعملوا البوست للسوشيال ميديا، سيكونوا جميعاً جميعاً، ولكن غير ذلك، 4K 30 من قدام على الفيديو، 4K 60، 8K 24 على الكاميريات الموجودة هنا، هذا جميعاً جميعاً، أنا معجب فيه كثيراً، لذلك أقول لكم، كمواصفاتكم لهذا التليفون، أتجنن، 8 Plus Gen 1، 17 جيجا بايس للرام، 512 جيجا بايس للزاكرة، يعني هذه الأرقام لا نرى على التليفونات كثيرة بالسوء، ولكن إلا أن يكون هناك شيئاً ما مضبوطة على الأخيرة، لأنني أعتاد الكاميريات، أريدهم شغل زيادة هنا، ولكن من غير ذلك، إذا كنت تفكروا أن تأخذوا تليفون لألعاب، تليفون الذي تستمتع، تتفرجوا على التلفزيون، تتفرجوا على التلفزيون، على التطبيقات الموجودة فيه، البطارية 6000 ميلي أمبير، يعني شيء خرافة صراحة، وفيكم تنزلوا إمكانيات التليفون للبالنس مور، والبالنس مور، ويضلوا سريع، أسرع من أي تليفون الثاني موجود بالسوق، لماذا؟ لأن هذا أحسن شيء، 8 Plus Gen 1 من آخر السنة 2022، قريب كثير من 8 Gen 2 الذي نزلوه بأول، الآن بعضهم أعلنوا عنه، ونبدأ تشاهد تليفونات، يستعمل نفس النظام من TSMC، معناته، القدرته والإمكانيات التي تأتي فيه، لا تتحمي التليفون مثل ما كنا نرى، لما كانت سامسون تعمل التليفونات، البروسيسور لكوالكم، وعشاناً أنا مبسوط كثير، الأرعاب سيقوم بكثير منيح، لا سيكون لديكم أي أشكال، المتعلقات التليفون السريعة بشكل رهيب، X-Mod يعمل لكم دول واي فاي سيكس، يعني هذه الشغلات تريدون أن ترى التثبيتات المعمولة على كل النظام الموجودة في قلبه، ومعمولة خصوصياً للتعليقية، كنت تستمتع فيه لهذا التليفون كثيراً. هيا، شكراً جزيلاً لشركة ASUS وأنه أعطتوا لهذا التليفون لقدر استعمال، وعطيكم خبرتي بعد استعمال، أخرى معمولة على الباتمان إدشن لهذا التليفون، أيضاً نفس الشيء، ROG Phone 6، ولكن معمولة نظام عليه حول الباتمان، أعطيت أنني أحمد باركي، أو سلوركس، يعجب فيه كثيراً لهذا التليفون، إذا قدرت تجيبه وخبرنا، ولكن أنا هنا مبسوط كثيراً على قليلة، قدرت ترى هذا التليفون، وتعيز أن أريد أن يرده الآن للتليفون لشركة ASUS لأنه أعطيه لي مستعار و أنا منهم لمدة قصيرة، هيا، شكراً جزيلاً على كل الناس من الاشتراك، سنرىكم إن شاء الله في الفيديو جديد، وإن شاء الله تستمتعه بآخر سنة 2022، سنرى إن شاء الله 2023 وكل الإمكانيات التي تأتي فيها، مع السلامة.